السلام عليكم اسرائيل عادت لاستفزاز ايران مرة ثانية ولكن بشكل غير مباشر وذلك بالتذكير عن ما قاموا به ضد مفاعل تموس في العراق والضربة التي قاموا بها الضربة المشهورة التي نتذكرها نحن العراقيين جميعا ولكن كيف قاموا بذلك وكيف قاموا بهذا الاستهداف هم قاموا بذلك بظهار هذا القطعة هذه القطعة المهمة من طائرات الاف ستة عشر اللي هي طبعا قبضة التحكم لطائرات السلاح الجو الإسرائيلي اللي هي السرب مئة وسبعة عشر وهذه قبضة التحكم الآن التي هي قامت بضرب المفاعل تموس في عام الف وتسعمائة وواحد وثمانين فجأة ظهرت وهي الآن موجودة في مزادة الآن معروضة ممكن لأي شخص أن يذهب لشرائها وبالتالي إذا ما رحنا وشاهدنا وركزنا هناك أرقام أسفل قبضة التحكم هنا إذا ما ردنا نعرف هذه التفاصيل اللي موجودة والأرقام اللي موجودة بعض السجيششنز والاقتراحات تتحدث بأن هذه الأرقام هي تشير إلى رقم ستة ورقم ستة وهنا ستة ستة أي بما معنى هو التاريخ الذي يأتي قبل يوم من عملية الضربة اللي صارت إلى مفاعل تموس لأنه الضربة اللي صارت لمفاعل تموس هي كانت في يوم سبعة ستة عام الف وتسعمية وواحد وثمانين وطبعا هناك لقطة أخرى لطبيعة قبضة التحكم هذه لإحدى طائرات ال F-16 التي نتحدث عنها الآن وتفصيل وتفاصيل ما يجري مع قبضة التحكم هذه فجأة بعد كل هذه السنوات الآن هذه قبضة التحكم هي تعمل بشكل ممتاز الآن ممكن أن تستخدم على أي طائرة F-16 وكذلك أوضحوا بأن الزر الأحمر اللي موجود فيها هو الذي أنقذ إسرائيل مما كان ممكن أن يحدث لو دخل مفاعل تموس طبعا في العمليات وكان ممكن للنظام العراقي السابق أن يصل إلى القنبلة النووية وغيرها من هذا الأمور وبالنسبة لهذه قبضة التحكم الآن هم عرضوها في مزاد وهذا المزاد اسمه Pentagon Auction وعرضوها بسعر 50 ألف دولار وطبعا نعرض عليهم قبل وصول قبضة التحكم هذه لكي تكون في هذا المزاد عرضوا عليهم 100 ألف دولار لشراءها أحد المشترين ولكن رفضوها لأن يعتقدون بأن المبلغ هو أعلى وأهم وهذه إلها قضية تاريخية مهمة جدا بالنسبة لهم هم كإسرائيلين وبالتالي وضعوها بالمزاد الآن ما دخل هذه القضية قبضة التحكم لطائرات الـ F-16 قامت بعملية من عشرات السنين الآن تعود إلى الواجهة بالقضية وبما يجري الآن في إيران ولماذا تستفز إيران أولا التوقيت مهم إيران الآن يعني هي في أقرب وأقرب ما يمكن إلى القنبلة النووية في نسبة تخصيب ونسب إنتاج اليورانيوم من نسبة تخصيب 60% وكذلك هناك نقاط مهمة جدا يجب أن ننتبه إليها أن هذه قبضة التحكم ما المفترض أن تكون عند أي قائد حقيقة من القيادات للطائرات لسلاح الجو الإسرائيلي نهائيا يعني حتى لما يتقعد ما ينطو قبضة التحكم هذه وطبعا حتى الطائرة يجب أن ننتبه الطائرة الخاصة بقبضة التحكم هذه اللي إجدت منها هذه القطعة هم وضعوها في بداية هذا العام إلى البلايات المتحدة الأمريكية والأمريكان بدأوا يتدربون على هذه الطائرة لأن طائرة أصبحت قديمة من طائرات الـ F-16 وبالتالي ما المفروض هذه أصلا موجودة من المفترض وعادة ممن يتقاعدون من هؤلاء الطيارين الإسرائيلي من سلاح الجو الإسرائيلي ينطوهم مثلا خوذة لك ما ينطوهم قبضة التحكم لطائرة الـ F-16 لعدد من الأسباب كون أن هناك أمور متعلقة تكنولوجية وغيرها من هذا الأمور وهذه طبعا هي اللي ركزت عليها هذه النقطة طبعا ركزت عليها يدعوت أحرنوت الصحيفة الإسرائيلية شوف شون اللي قالتها بهذا الأساس من غير الواضح كيف أصبحت قبضة التحكم في حوزة أفراد السرب عادة ما يتلقى طياروسي لاحظ جوه الإسرائيلية المتقاعدون تذكارا مثل الخوذة ولكن ليس قبضة التحكم لنفاثة مقاتلة ولطائرة تتمتع بهذا التاريخ الغني وطبعا هذه القضية أيضا يجب أن ننتبه إلى أمر بأنها هي أصلا دتيجي بعد يوم واحد فقط من عملية تصريحات صدرت من رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بنت الذي نوعا ما يبين وكأنه العقيدة الحربية اللي ديتبعها ضد إيران نوعا ما تغيرت هو بدأ يتحدث بأنه يريد أن يستهدف مصدر قدوم الإرهابيين الذين يأتون على الحدود بحسب وصفة طبعا إلى الحدود على إسرائيل يقصد الميليشيات الموجودة في سوريا ويقصد حزب الله اللبناني وبالتالي هو قال أنا أريد أضرب المصدر أريد أضرب الحرس الثوري أريد أن أضرب إيران وهذه العقيدة الحربية الجديدة ركزت عليها إسرائيل ريدار يوم أمس وشوف شون اللي قالته تنوي إسرائيل استهداف إيران مباشرة كجزء من عقيدة حرب جديدة ضد طهران وجيوشها الإقليمية استعدادات الجيش الإسرائيلي للعمليات في الأراضي الإيرانية تتم منذ فترة ليست بالقليلة ويريد بنت الآن وضع الخطط موضع التنفيذ هل هذه القضية كلها وقبضة التحكم التي نتحدث عنها لطائرات الـ F-16 اللي ضربت مفاعل تموز في عام 1981 مثل ما قلنا هذه الرسالة هي ليست فقط موجهة إلى إيران الواضح بأنها وكأنها موجهة أيضا إلى الولايات المتحدة الأمريكية في تلك الفترة كان منحين بيغن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك ورونالد ريغن الرئيس الأمريكي آنذاك كانوا على خلاف مثل ما هو الحال الآن بين الإسرائيليين والأمريكاء مختلفين خلاف كبير جدا عن طبيعة التعامل مع الملف النووي الإيراني يمكن كانت الخلافات آنذاك نوعا ما أكبر من الخلافات الآن ولكن هي تقريبا نفس القضية ونفس الوضع إلى درجة أن منحين بيغن آنذاك لما ضرب المفاعل تموز لم يبلغ الولايات المتحدة الأمريكية ولم يبلغ رونالد ريغن رونالد ريغن انصدم عرف بالمعلومات وعرف بالضربة بعد ما عادت الطائرات الإسرائيلية وريغن آنذاك قال وأنا أقتبس بويز وي بويز أي الصبيان سيبقون صبيانا هو قالها بهذا الشكل ومشى الموضوع ووصلت شكاوى ووصلنا إلى يومنا هذا وإسرائيل لم تعاقب على ما فعلته وما قامت به على مفاعل تموز الآن هناك قضية أخرى أيضا جديدة بدأوا يشتغلون عليها الإسرائيليين في الداخل الإيراني تجري وحتى في الأوساط الأمريكية وهي قضية متعلقة بيهود إيران هناك يهود في إيران البعض لا يعلم بهذه المعلومة وهؤلاء هم طبعا يسموهم الطيالسة وهذول الطيالسة طبعا يسمونه ويطلق عليهم بهذا الاسم بهذا الشكل لأنهم يرتدون هذا الرداء اللي هو الطيلسان وطبعا هذا هو عبارة عن رداء يرتدوا دائما اللي هم اليهود الإيرانيين بالنسبة للطيالسة هم بعض التقديرات تقول بأنه أعدادهم 45 ألف في إيران بعض التقديرات تقول بأنه أعدادهم 20 ألف وزارة الخارجية الأمريكية تحدثت في شهر 5 ألف 2021 بأن أعدادهم تصل إلى 9 ألاف لا يهم بطبيعة الأعداد وكم هي أعدادهم المهم بهذا الموضوع بأنه يشتغلون على قضية بأن هؤلاء اليهود يتعرضون إلى ضغوط وتحديات الفويس أفا مريكا تحدثت عن هذا الموضوع بشكل مباشر عند زيارة أحد وكبير حقامات اليهود الإيرانيين ذهب إلى الولايات المتحدة الأمريكية اجتمع للكثير من اليهود وتحدث عن challenges facing Iran's Jewish minority وطبعا هذا يعتبر يتحدث عن التحديات وغيرها ولكن حتى إيرانيين يهود إيرانيين تحدثوا للفويس أفا مريكا بشكل خاص بعد الزيارة اللي خلصها هذا الرجل وأبلغوا حقيقة الفويس أفا مريكا بأن التحديات التي تحدث عنها هي يعني لم تكن حقيقة حقيقية وإنما التحديات أكبر بكثير وديتعرضون إلى مضايقات فالرجل أصلا هو يريد العودة إلى إيران وأرضاء النظام الإيراني بهذه الزيارة وبالتالي هو مضغوط لم يتحدث عن كل شيء يجري وطبعا بالحديث عن هذه الأمور نحن نتحدث عن قضية متعلقة بحقوق الإنسان اللي تهتم بها إدارة بايدل نشوف كم من وسيلة وكم أداة تستخدمها إسرائيل من أجل الضغط الآن على إيران السؤال الآن ما الذي تريده إسرائيل الآن بهذه الطريقة هل ستضرب أم لا الواضح من خلال الول ستريت جورنل يوم أمس بأن إسرائيل حذرت البيت الأبيض من عملية الوصول إلى اتفاقية أقل مقابل أقل أي أن الولايات المتحدة الأمريكية الإسرائيلين يقولونهم من ردكم تتنازلون مقابل تنازل أمام إيران لأنه هذه رح تنأخذ بالمنطقة على أن الابتزاز النووي الذي يتم استخدامه وإذا تم استخدام الابتزاز النووي للولايات المتحدة الأمريكية ولإسرائيل فهي رح تجيب نتيجة وهذا اللي إحنا مريده فعلى ما يدو بأننا أمام واحدة من الشروط الأخيرة التي تعرض من إسرائيل بهذا الشكل وننتظر ونرى ما الذي ممكن أن يحدث في طبيعة هذا التصعيد وأين ستصل الأمور